بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم دي لوقت أكتر تزيد الفرصة أحسن حسب أنت شايف الأداء عمل إزاي اللحظة دي أنا خير في خش فيها جولي تغيير الأولانية حتبقى دفاعية طيب التغيير الثانية تبقى مبختة هجومية لحد مش متوقع ليه ما تقولش أنه لما سخن قفشا وقعانه حصل يعني أن الفرق قدامك فهمت أنه هو مش طمعان في الماتش قفشا جاته الكرة إزاي كان لواحده خالص ده ده هو اللي بدئة بدئة بس كان الواحده لما سألها كيف يحدث هذا وإنت مترقب النفسه ده نازل غير النتيجة إيه لما تكون أنت نفسك استرخيت كمواه قد يكون هذا في زين المدرب أنا أنا اللي حفكر بالنياب عنه ولكن أنا فيه رسالة بتصلي بفكر كده طول عمر أقولي اللعيب المؤثر يا أستاذ إبراهيم ممكن يبقى كبديل أخطر وأكثر نجاعة وفاعلية من أنه ينزل من الأمر المباراة فيستوه لك والفريق اللي قدامه بعنفوانه وانضباطه مع التقدم المباراة الفرقتين انضباطها بإلم بس كلما زاد وقت المشاركة زادت فرصة اللي أستاذ ورحنا مش في ديبيت أنا موفقك حريحك إنت لو كنتش هتدي له وقت أكثر طبعا ويجوز لأ لما تمرم الله أعلم هتعمل إيه كلنا نجيد العم وإحنا قاعدين على الشاط وإنت دي تعبيرك إنت لكن إحنا بنتأمل ولذلك أنا ما أدعيش إن فكري هو ده صح المؤكد إنما أنا شفتاك المؤكد إن كان فيه توفيق التوفيق بيجي لمن بقى غالبا للمجتح هو أفشى تحرك كويس واستلم كويس وخدمة كان كويس وأفشى بقى نازل إيه بقى مثل لو نازل مأموس ومدلدل وخلاص ورام الطوبة حضر نفسك وفرقيتك لكن نازل قبل التحدي استنفره التغيير المتأخر فاستفاد لنفسه ولفريقه من هذا طبعا أنا حنزل بقى أعمل فرح جيري وقطع وجيري وخد مطرع وعده وديانجة هو يعني تجد إن البودلاء هم صناع الحدث في جون المكسب ده ده دي نقطة لازم الناس تخلي بالها أنا دائما أعطي الحق ولو اختلفت كرؤية مع المدرم لكن هو الصح مش أنا ساعات بقى فيه تخريفة بتبقى جامدة قوي بتخاف منها ليه؟ لإن ما تغمرش بكل الخطوط مرة واحدة المدربين اللي بيعملوا كده بيبقى فيه قدر كبير من المغامرة بس كولر ما عملش كده كولر خدها واحدة واحدة حتى تغيير من المغامرة حتى تغيير المبغتة حتى توقع إن خالد عم فتاح بول بكرايط بعد ما 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 تعزى الشراك عمر قبل المباراة بساعة وينزل يعمل واحدة من أفضل مبارياتهم عن نادي الآن الحاجات دي بتقولك كان فيه جاهزية نفسية عن كل عن دلعيب النادي الآن وهذا نجاح للمدرب وفريقي العمل داخل الفريق لما كل الناس بتنسى نفسه هنا التعبير الحقيقي لكل اللي بقوله ده أما قفشا يععد يسخر ويرجع عالدك وبعدين ينزل يكسبك وبعدين يخرج اللي قالين عليه مأموس أنه خرج يشيلوا على كتافه ويروح بيه للجماعية ونحسن الشحات اللي كلنا خايفين أنه ينزل مرتبك علشان الخلفية اللي مش عارف إيه ينزل هو نجمل مباراة هذا كلام بيقولك الفريق ده حط أن الأهل فوق الجميع والفريق فوق الجميع جميع أفراد فريق المصلحة العامة أهم من كل مصالحنا الشخصية وخلي بالك لم تحقق مصلحة شخصية مستمرة إلا وانت تسعى لتحقيق للمصلحة العامة لأن مؤكد لو أنت موظف حتى لو أنت متوقع مكافأة استثنائية ما جات لكش لكن مؤكد لو المؤسسة بتاعتك كسبت حتستفيد من توزيع الأرباح مش درور تأخذها المؤسسة طيب لو أنت تقمصت ومعاملت شغلك والمؤسسة ما كسبتش ما فيش أرضا أنت خسرت فأنت العمل وهنا العمل المؤسسي أستاذ برايك الناس بتقول الأهلي يعني أنا كنت أتمنى لماذا فاز الأهلي هو ده يوقع الهاجس بتاع الناس كلها خب ما يجوز أن الطبيعي أنه هو الأهلي يفوز لا لو طبيعي أنه الأهلي يفوز كان ساء يتقل كده إيه الغرابة أن يفوز الأهلي عمل كده إنما كل الناس زي ما يكون كل الرهان كان الفيرميد هو اللي هيكسب فالمفاجأة أنه الأهلي هو اللي تفوق هو مدربه هو كان خايف هو كان مش عارف عامل إيه هو لا مش عايزين نقوم باستمرار زي ما احنا بنقول ما نعودش نركز إن الكسبان ده كأنه يلعب منفردا مش كتير الأهلي ما بتعادل مع فرقة من فرق المنتصف الجدول بيشيدوا بالمدربين طبعا مش كده ولا عيبا ولا عيبا وعني يقولك إيه إحنا ليه بنتكلم بيقولوا نفس الكلام بقى ليه لماذا لم يفوز الأهلي بس هنا القوة أنت كنت تعمل حسابك إن الأهلي حيكسب طيب ومع فوز الأهلي المهم اللي أوقف انتصارات بيرامنز عند الحد الـ 14 ودخل الأهلي بقطار